وانا لما رحت فالفين وستاشر رحت انا حضرت صورتي على الفيسبوك بتاعت المسجد الاقصى ثلاث سنين يعني مش يعني يعني احالي خبل سنين تقريبا والله ويعني مش اسرار يعني يعني مش فخور جدا بالرحلة دي فخور جدا انا هجده كل التفاصيل وحطيت النهاردة على الفيسبوك العبق التاريخ لاني افتكرت وشفت الفلسطينيين النهاردة انا ليه بقول هذا الكلام فجأت النهاردة قبل الهوى على طول ابراهيم بيقول لي ايه الحق ده ايدي كوهين بلعبك ايدي كوهين ده واحد مفكر صهيوني بيكره العرب وبيحاول يعمل وقيعة دائما من خلال وجوده على قناة الجزيرة والبي بي سي وطبعا معاركي معهم طويلة النهاردة قال هذا الكلام عاجل سمعوا لا كذيب الحقير الكلب الواقح ايدي كوهين عاجل مزيع مصري مشهور يطبع 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 شايفين الكلمة ويطلب تأشير الدخول الى دولة اسرائيل من السلطات الامنية واسرائيل تعطيه فيزا بعدما درست ملفه الباب مفتوح لكل من يطبع معنا اهلا وسهلا بك نشأة الديهي ده مين ده جاء في تغريدة للكلب الحقير الكذاب الكذوب الوضيع ايدي كوهين على صفحته متهما اياه باني اطبع وطلبت فيزا لاسرائيل بقوله من صفتك واحد عامل قريب من الموساد وقريب من ومين ومين اتحداك اتحدى دولة اسرائيل من هنا واتحدى ايدي كوهين من هنا وكل وسائل علامة اسرائيل من هنا ان هي تثبت انني طلبت فيزا او تأشيرة من دولة اسرائيل اطلب تأشيرة او فيزا من المحتل الغاصب اطلب فيزا او تأشيرة من هؤلاء القتلة اطلب فيزا او تأشيرة من هؤلاء الذين يحتلون الارض والله خسئتم وخبتم لكن هذا دايدانهم دي طريقتهم في محاولة هدم كل هؤلاء كل صوت وطني بيحاولوا هما يهدوه بقول لهم خبتم بقول لهم هايهات هايهات بقول لي ايدي كوهين اتحداك اتحدى كل دولة اسرائيل ان حد يجيب كلمة يقول ان نشأة ديه طلب طلب ايه طلب تأشير الدخول الاسرائيل طلب جواز صفري موجود واعرضه على الجميع واتحدى وبقول تاني ذهبت الى الاراضي الفلسطينية بدعوة من الرئيس محمود عباس في الفين وستاشر لحضور مؤتمر السابع لحركة فتح والفين وستاشر وافخر ان انا صليت في المسجد الاقصى بقول تاني ان هو اول ما لقى الصور نهارده قال لك فرصة قال لك فرصة قال لك عاجل مزيع مصر مشهور يطبع الله يخرب بيتك اتنين ويطلب تأشير الدخول الى دولة اسرائيل بطلوه ده واسمعوه ده الاسرائيليين بيزايدوا علينا دلوقتي بيزايدوا علينا دلوقتي ده ايدي كهين واتحدى الموساد الاسرائيلي ان يخرج ورقة او كلمة او مكلمة او تأشيرة بانني طلبت او اطلب او غير انا احتقر هؤلاء انا احتقر هؤلاء وانا بتكلم بقول احتقر المحتل الى ان يخرج من الارض انا احتقر هؤلاء الذين ده الناسوا المسجد الاقصى وانا بقول انه اسرائيل كيان مختصب وكلامي واضح انت بتكتم على تغريدة انا بقول على الهواء برد عليك على الهواء بقول لك ليس لك عندي الا الحزاء الا الحزاء اللي هو بالعربي بفكرك يا ايدي كهين وبفكر كل الاسرائيليين انه بلغة جوال عبد الناصر ملكوش عندي غير ضرب الجزمة ليه؟ لانك انت كداب انت كداب قلت كلام لا يليق في وطني قلت كلام لا يليق وكلام كذب وكلام بتقصد منه انك انت تهد شخصية وطنية